بعد انتشار حالات الكوليرا وإعلانها وباء في عدن بدأت الإجراءات الاحترازية والوقائية من قبل الإدارة الصحية في المحافظة طبعاً إحنا بدأنا نستقبل حالة الإسهال المائي الحاد وامتداء من تاريخ 16 يعني كان في حالة بسيطة بعدين لاحظنا أنه فيه ازدياد في عدد الحالات وتم أخذ عينات واثبت تقريباً أخذنا أربع عينات من داخل مستشفى القمهورية وأثبتت ثلاث عينات إيجابية وجود الكوليرا إعلان توقف الدوام ونزول فرق مكافحة الوبائيات كان أبرز مظاهر التعامل مع الوباء الذي يتركز في الأماكن المزدحمة بالأطفال طبعاً لن يتنتقل عن طريق الأياد الملوثة إلى جانب عن طريق الماء الملوث يعني المصدر الغير مأمون للمياه ومن الوجبات الغير مأمونة يعني من الباع المتقونين وهكذا رش آبار المياه التي تغذي المحافظة بالمواد المعقمة يعد إجراءاً مهماً كون المياه الملوثة المصدر الرئيسي للمرض إلا أن تهالك البنية التحتية قراء الحرب والجوء المواطنين إلى مصادر غير مأمونة للمياه يصعب من مهمة مكافحة الوباء خصوصاً في مديرية دار سعد الأكثر تضرراً من الحرب حيث سُجلت فيها أغلب الإصابات أقسام الكوليرا التي افتتحت في المستشفيات الحكومية سجلت إلى ظهر الخميس ثمانية وفيات ومائة وخمسة إصابة حسب مكتب الصحة في المحافظة فيما قطاع التثقيف الصحي ما زال ضعيفاً في وصول التوعية إلى كافة قطاعات المجتمع آدم الحسامي قناة بالقيس عدن